لما بدأ الوظيفة بتاعته وظيفة النبوة قال رب شرح لي صدري فما شرح الصدر اللذة عند القيام بالعبء والتكليف فيبقى مش رايح أنا الشغل ومش رايح الوظيفة بتاعته على مضد كل يوم علقة وكل يوم مشكلة وكل يوم يعني على مضد لا لا ده أنا مبتهج ده أنا مبسوط في إقدام وسعادة في سبيل الله فأنا متأكد أن لو أتاني الموت وأن رايح الشغل شهيد متأكد أن أنا في سعي على ولدي أن في سبيل الله والله يأجرنا على ذلك في كل لمحة وفي كل نفس وفي كل سكنة على نفسي لأعفها على والدي الكبيرين في قمة الابتهاج واللز لذلك سيدنا موسى قال له إيه العبء تقيل الحمل كبير اشرح لي صدري ثم أعطيني الوسائل يسر لي أمري اعطيني العون فتح لي بقى دماغي وفتح لي مخل والديني كل ما به أستطيع أن أصل إلى حد معقول ترضاه عني في هذه الوظيفة المرموقة عظيم فالوظيفة الأولى هي معرفة الله سبحانه وتعالى تمام معرفة الله تعطيك محبته فتقوم لله بالولاء ما الولاء الشعائر اللي المسلمين كلهم إلا ما رحم ربك يقولوا إيه العبادة لا نسميها الشعائر إيه وظيفة الشعائر اللي هي من العبادة إثبات الولاء والانتماء لله صحيح أنا على طول عبد على طول ماليشا لربنا على طول آوي إلى كهف على طول الملاذ وكان قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فيأحن على الإنسان من حجر أمه الرؤوم يا السلام فبيثبت الولاء والانتماء لله سبحانه وتعالى اللوازم بقى بتاع الحكاية دي إيه عمري مكون بعد الصلاة ولا بعد الزكاة ولا بعد الصيام الشريف ولا بعد الحج المنيف اللطيف ده أبقى إلا معمر لهذا الكون لإني محبه أنا بينه وبين الكون إيه لطف وتقدير ومودة